يعني اليوم نحن عم بنشاهد حوار جدا مهم كالكثير من الدول عم بتراقبه الكثير من الشركات عم بتراقبه أنه الفوقية أو القدرة للتشريعات أن تحدد أو تقنن أو تمنع حتى من الابتكار أن يستمر أو لا يستمر الإشارة للقانون القانون يسمى الـ Digital Markets Act هذا القانون اللي عم بيطلب من الـ iOS أنه لا أنه مش أنه حيكون في أناظر يعني processing system داخل بس أن الـ iOS حيسمح لمطورين آخرين أنه حيكونوا موجودين بالـ platform نفسه وبالتالي يعرض أبل لخسائر كبيرة جدا يعني نحن نتكلم عن خسائر قد تصل ما بين في التقديرات ما بين 8 إلى 15 مليار دولار سنويا وإذا تم تبني ذلك أو تم تطبيق ذلك حاليا التوقع أن أبل محصورة القدرة على المرونة أو التحرك صعبة جدا الأيو أو الاتحاد الأوروبي غير مرن تاريخيا في التعامل مع التشريعات والقوانين التي يطبقها في سواء كانت أبل أو كانت غير أبل فالتوقع أن هذا الأمر سيتم إلا إذا بقدرة القادر صار في تغييرات أدت إلى التخلي عن تنفيذ أو تطبيق هذا الأمر مع أبل تحديدا وربما أبل تحاول أن تؤجل الأمر أنه يعني إذا أنا أخسر ما بين 8 إلى 15 مليار دولار هل أستطيع أن أعالج هذا الأمر بالتموضع أو بتغيير الآلية من خلال أستطيع أن تعامل مع أوروبا لكنه تحدي كبير لأبل وتحدي كبير لطبيعة العلاقات حتى ما بين الحكومات وما بين الشركات من حجم أبل والتحدي أيضا لازم نرجع أن نتحدث أنه الهيستري أو العلاقة ما بين الأي يو حتى في أولاك المتحدة الأمريكية بتشوف الآن فيما يتعلق بالانتي ترست مثلا أن هذه الشركات تعتقد الحكومات أو المشرع أنها قد وصلت إلى حجم معين يستدعي أني أنا أقوم بتفكيك هذه الشركات إذا لم أستطع أن أقوم بتفكيكها بشكل مباشر هذا القانون أحد الطرق الغير مباشرة في تفكيك هذه الشركات ترجمة نانسي قنقر